بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة لقاء اليوم تحت عنوان مصر شديدة اخترنا هذا العنوان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لكن أبل ما أبدأ الحديث تحت هذا العنوان وصلت إلى برنامج مع القادة عدة شكاوى ومطالبات أولها طبعا كالعادة المسابقات تكلمنا عنها مرارا وتكرارا أكثر من لقاء أكثر من مداخلة أكثر من تواصل لكن ما زال الأمر غير بين بالنسبة للمسابقات صحيح في تواصل مع بعض المسؤولين قريبا آخر كان الاتصال اليوم يعني نعطي للنواب الجدد نسأل الله التوفيق لهم جميعا الفرصة أنهم يبدأوا ينقشوا مع الوزراء المختصين بالنسبة لموضوع المسابقات صحيح برضو الرائدة الريفية يعني من كل المحافظات وصل منهم مطالبات بالتثبيت يعني مش معقولا يكون الواحد أو الواحدة شغالة بألى عشر خمستاشر عشرين فيه تلاتين سنة وما زال مؤقت وكل سنة يجدد له العقد أيضا كثير من الموظفين في أكثر من جهل الحقيقة هي نفس الشكوى هي هي يطالبون بالتثبيت بس الغريب أن البعض محافظات مصر تم التثبيت في نفس التخصص في نفس الوظيفة والمحافظات أخرى لم يتم فيها التثبيت عندنا حاجة في القانون كده المعاملة بالمثل حتى في القضايا تنظر القضايا مزرت قضية بشكل معين أخذ حكم معين يأخذونها أهل القانون كمرجع أو سنة أو دليل فيما هو آتي أيضا محافظة كفر الشيخ وصل إلينا فيديو تفصيليا عن إحدى المستشفيات بمركز بيلا المركز الصحي هذا مضمر الفيديو بيقول كده صور بشعة شكاوى كثيرة كعدتنا برنامج مع القادة قبل ما بنتناول أي مشكلة بنرجع للمسؤول في المحافظة أنا توصلت اليوم مع الدكتورة سوسن وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ وبالتالي توصلت أيضا مع الدكتورة نوها الجزار مدير إدارة مركز بيلا الصحية وعرضنا عليهم الفيديو آه عندهم علم بالفيديو لكن أفادوني اليوم صباحا في اتصال تليفوني مع وكيلة الوزارة نفسها الدكتورة سوسن محافظة كفر الشيخ وأيضا نفس الكلام مع الدكتورة نوها الجزار مدير إدارة مركز بيلا الصحية إن المستشفى كبيرة جدا فيه جزء منها لم يستخدم مشغل خالص منعزل تماما عن الخدمة لأن المستشفى زي ما قالوا لي تقريبا خمس فدان تقريبا يعني مساحات كبيرة والجزء الغير مستخدم مدرج إحلال وتجديد اسمع الكلام بعدها إحلال وتجديد سنة 21-22 وهذا الجزء لا يعمل وفي المقابل فيه جزء يعمل كصيدلية كأطباء أكتر من تخصص تعمل بشكل يومي حاولت أتواصل مع من قدم الشكوى قبل البرنامج عشان أقول له اللي حصل وتكون الرؤية واضحة إحنا ببرنامج مع القادة لا يعنينا إلا الحق وحبنا لمصر المصلحة الأولى المصلحة العامة لا نتكلم عن مصالع فؤوية وفيه بعض يبحث عن مشاكل والبعض أيضا يبحث عن مجد شخصي نحن لا هذا ولا ذاك إحنا عايزين مصرنا مصر جميلة نبقل عنواننا مصر شديدة وانا أعرف ده وقت إزاي مصر شديدة والمفروض يا جماعة أي شاب أي شخص أي إنسان عايز يتعلم القيادة برنامج نسموه القادة عايز يتعلم القيادة عايز يتعلم الريادة ينظر إلى مصر وما حدث معها خلال الفترة الأخيرة من السنوات مصر تعرضت لأمور لم تتعرض لها دولة مثلما تعرضت لأمص عدي معايا كذا كان فيه أزمة إرهاب في سيناء كان عندنا مشكلة سد النهضة عندنا مشكلة ليبيا وتركيا عندنا مشكلة بعض الدول العربية عندنا مشكلة في حاجات فؤوية لبعض أشخاص ثم أشد من ذلك ألما إن عندك بعض أنا بقولش كل البعض من أبناء مصر عايز يسقط مصر لخلافه مع مسؤول أو خلافه على كرسي أو لمصلحة هما يراها من وجهة نظره أنها شخصية وغير مقتنع أن مصر تتقدم فبنقول يا جماعة إحنا مشكلتنا في مصر حتى تعالج علاجا صحيحا لا بد وأم تعرف أداء حتى تصف له دواء مشكلتنا في مصر تتلخص في أمرين فريق مؤيد تماما رافع الرايا البيضة ومصر تسير وكل من في منصبه ملائكة لا يخطئون وهم يسقفون لهم وهذا خطأ الأمر الثاني أو النصف الثاني لا يرى في مصر خير ودم الأمر ليس على مراد وعلى هوايا مهما يكن تقدم في مصر ومهما كان أمور إيجابية في مصر لا ينظر إليها لا هذا ولا ذات ما تيجي يا جماعة نقول كده كلنا بنحب مصر تمام أكيد في حاجات متفق معي فيها ومش هنختلف عليها هل أنت تختلف أن جيش مصر يكون قوي لا طبعا هل أنت مختلف أن الناحية الصحية عندنا في مصر تكون أفضل مش حد يختلف الناحية العلمية عندنا في مصر تختلف معي أن يكون أفضل مما هي عليه لا طبعا تبا مش هتكلم عن أكتر من كده ما تيجي الثلاث حاجات دول اللي احنا متفقين عليهم نشتغل فيهم واسيب الحاجات اللي فيها خلاف بينه وبينك حاليا دول تلاقي مصر مصر الله شغالة في كل شيء مع العلم أن اقتصاديات إقليمية ودولية لها مكانتها اهتزت تراجعت بسبب كورونا المغزون في بعض الدول اللي يتملك اقتصاديات كبيرة جدا بتكلم عن مغزون الطعام اهتز ومرت عليهم ظروف أن كان خدع مني وزي ما البعض يخدع على نفسه وعلى دولته كان شوال البصل المصري يعادل ثمن برميل النفط واهتزت هذه الدول رغم الاقتصادات العالية عندنا في مصر حد شعر بهذا الأمر آه أنا مش بقولي أن الدنيا وردية والحقيقة لا كان عندنا مشاكل اقتصادية آه في موجودة بس بالحد المعقول طيب أنا كنت بشوف كل الإعلاميين بيتكلموا ويقولوا يا على الأسعار كيلو الطماطم المجنونة وصل عشرين جنيه كيلو الخيار وصل كزا جنيه كيلو البطاطس وكانوا يحددوا أسماء معينة دي يا دا تجاوز خمس عشر جنيه تبليه يا جماعة لما جينا في مصر وفي الفترة دي كيلو الطماطم باثنين جنيه وبعض الأماكن الكيلو ببلاش عدية الطماطم الكبيرة ممكن تصل تلاتين اربعين كيلو بعشرين جنيه كيلو البطاطس بجنيه ليه محدش يتكلم عن حتة دي خالص أنا بفتح الفيسبوك عشان أشوف الناس نفس الأشخاص هم هم اللي كانوا بيتكلموا عن غلو الأسعار في مصر لم يتكلمون عن هذا الأمر إطلاقا وكأن الأمر لا يعنيهم من الإنصاف يا جماعة بين وبين نفسي أنا لما أتكلم عن حاجة سلبية ويحدث تغيير فيها لو أنا فعلا شريف لو أنا أريد المصلحة العامة لما لأي السلبية اللي أنا كنت بتكلم عليها تغيرت إلى شيء إيجابي ما استنشى من حد يقول لي اتكلم لأ أنا من نفسي أتكلم كنت أود وأتمنى وأرجو بل أرجو أن كل الإعلامين اللي يتكلموا عن غلوه الأسعار يتكلموا عن رخص الأسعار دو وقت ما حصلش اللي بيحصل لي يا جماعة أي إنسان ما بيشتغلش من دماغه هيقع في حاجات سغيرة أنا لما أطلع الهوى إعدادي اللي هو معاي اللي أنا بتشرب به هو اللي بيشتغل على الحلقة هو اللي بيعرفه من الألف إلى الياء هو اللي بيبحث عن مصدر الثقة هو يبحث عن أمور إيجابية هو يحب البلد وبيشتغلها بإيده غير لما تكتب لي ورقة وتكلمي رمضان على الهوى عن الموضوع ده وأنا لا فهمه ولا عارف أبعاده ولن أصلا درسه ده أنا مثل البغبغان يولقى شيء ثم يزيعه هنا بتحصل السقطات إنما لما كن بتكلم أنا قلت قبل كده إن أنا في مرحلة الإعلامية أكثر من قناة ويعلم الله بصدق هذا الكلام ما حدش تدخل يوم من الأيام وقال لي تكلم عن كذا أو ما تتكلمش عن كذا في المقابل هذا الأمر في رقبتنا أمانة لم ولن نتحدث بشيء إلا للمصلحة العامة مهما تأتي إلينا شكاوى مهما يأتي إلينا ضغوط فنحن نبحث عن الأمانة والكلمة أمانة يا جماعة الإعلام دووقتي صعب جدا جدا ربما يقل بحقيقة باطل أو العكس يخلي لك باطل بحقيقة عشان كده قبل ما تتكلم كلمة إحنا مرينا بتقربة عشرين عشرين أزمات كبيرة جدا جدا وقلنا مصر لو كانت لم تفعل ما فعلته من قيادة سياسية واعية وممن يقومون على أمر يعرفون أين يضعون أقدامهم كف مصر دخلت في نزاعات وفي حروب وكانت مصر لم تكن مثل ما هي عليه الآن النبي بيعلمنا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ما حدث من أثيوبيا على مر السنوات الماضية من بلدي كده أخدها مني جر شكل عايز وقع مصر في مشكلة أشبهها بتشبيه تاني واحد ليهش ولا ينش شبهوا إن واحد دفعوا إن يروح لوحد كبير قيمة ومكانة وقدرا وبدأ يعمل معه مشاكل إلا يحصل لو الإنسان البسيط ده بيجر شكل الرجل الكبير ده زود الأمر الكبير ده أضع ممرين يتحمل هذا الكلام ونسؤلوا شوفوا بيعمل في إيه ولا يضربوا ضربة ويقعد معاه في ميعات ويبقى شكل وحش إنت اللي تجرأت وضربت وعملت ومجتمع الدولي وفروض أمور معينة خيراً فعلت مصر تعاملت مع أثيوبيا بكل الحزم العقلاني تحملت مصر ما لم تتحمله دولة مع أثيوبيا النتيجة إيه بي يا جماعة هو لما مصر كانت بتبتعد عن الصدم مع أثيوبيا خوف من أثيوبيا يعني نحن تجيش بتاعك الأول في المنطقة يعني مش خوف أبداً لكن الكبير قدروا إنه بيحافظ على المسافة اللي بينه وبين الآخرين سيدنا عمر بن الخطاب بيعلمنا كده لو كان بيني وبين الناس خيطاً من قطع إن شدوه قرى خيطوه تبوا لما هو يرخوه يشدوه بحافظ على المسافة اللي بينه بين الناس بحافظ على مسافة الود مسافة الحب مسافة الاحترام كل ده هذا فمصر تعاملت مع أثيوبيا إنها مش عقسين حرب ليس خوفاً من أثيوبيا لكن قدر مصر وما كانت مصر كبيرة أفريقيا أن تتعامل بهذا الوضع بس في المقابل ما سيب نشر الحبل على الغارب وقلنا خلاص يعني أثيوبيا فعلي ما شئتي واقطعي المي واقملي اللي أنت عايزاه لا كان هناك اجتماعات هناك أمور تدرس إن لم يكن الآن فمستقبلياً وفاكة اللي أثيوبيا طلع من مشكلة دخل في مشكلة سد في ألأ سد غير مستقر من بدايته لا وعلى المجتمع الأفريقي نزاعات مع أثيوبيا مصر في منأة بعيدة عن هذا الأمر رغم علمي يد مص تلعب في أفريقيا وهنا اللي خلينا نقول مصر شديدة مصر قوية شاء من شاء أبى من أبى مصر هي القيادة مصر هي الريادة مصر عبر التاريخ لم يضحك عليها أحد أيضحك عليها أبي أحمد الأثيوبي محال مستحيل فمصر شديدة مصر قوية تعاملت مع ملف سد النهضة بكل الحزم في غرف مغلقة أمام المجتمع الدولي مصر لم تفرط فيه ولم تعلن الشدة من الآخر كده أنا جنبي جار وأنا قادره بيطلع يتكلم وأنا مش موجود يعمل حركتين وأنا مش موجود عايز يعمل شو أيّا كان خليه يقول اللي يقوله يعمل اللي يعمله حتى هذه اللحظة لم تنقطع المياه عن مصر ده أقول لك على حاجة بقى عشان نينهي الموضوع ده هو مصر وقيادة مصر لو عارفيني أن فيه أزمة في سد النهضة مصر تبحث عن مليون ونصف فدان زراعة أي تنقطع ده والمفروض بعنا خليفين بقى من سد النهضة خليفين ما فيش مية تيجي عندنا في مصر فليين تستصلح أراضي؟ ما هي المفروض يكون عندنا أزمة مية مثلما يقوله البعض لا مصر تستصلح أراضي ويمكن اللي أنا بدأت بيه من شوية الخضار والفاكهة حاليا في مصر بسبب الزراعة اللي موجودة في الجبال خيرات ربنا سبحانه وتعالى جماعة شيء مفرح كده وانت ماشي بسيارتك كده ماشي في طريق ركب مواصلات تنظر يمينا ترى الأرض التي بالأمس كانت جبالا اليوم بستانا شيء جميل جدا غاية الفرح لما تلاقي منظر الخضرة كده وانت ماشي في الطريق ماشي كده وبس يا جماعة الحاجة لما بيكون رخيصة طعمها بيبقى حلو كمان الطماطم لما بيكون غالية أي أن كان حابات الطماطم دي ما انتش عارف تأكلها لأنه يومي تشتريها غالية جدا جدا أو هي أصلا بايضة طب لما بيكون رخيصة كده اللي هو حاسين أنه هو يعني مش حلو قوي بيتبعش خالص ويبيع لك الرخيص ده لو أنضفوا أجوة حاجة فما دي من مصر يا جماعة أقول لكم على حاجة مصر ما فيش يوم من الأيام هيحصل فيها أزم الطعام يا جماعة اللقم تدفع النقم مصر طلعمرها أبوابها مفتوحة لكل الدول العربية بل للعالم بأسرها هتروح بعيد ليه هو قصة سيدنا يوسف عليه السلام أين كانت مخازن الطعام والشراب في مصر؟ إنها في مصر كان الطعام يخرج من مصر إلى كل دول العالم إنها مصر شديدة عبر العصور عبر الأيام لكن مع هذه الشدة هناك عقل لو أي إنسان عطته سلاح لما حد يروح ورخص سلاح كده بيحتاجه منه كشف صحي خاصة حالة نفسية العقلانية أمور دي ليه جماعة؟ لأن السلاح مع من لم يعرف خطورته يضر فلما بتلاقي إنسان عنده عقل كده ورازين بتلاقي ممكن معاه سلاح واثنين وثلاثة العرة في ديرهم ما من حكمة ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الإنسان القوي عنده القوة العقلانية التصالح مع النفس إنه ما بيستخدمش السلاح في أي واق وقال لك أنضر العالم كله تخيل لو أحد مجنون ومعه مسدس هيعمل إيه؟ يقول له السلام عليكم تاب خط هو تالمنطق عشان كده ربنا لما خل جيش مصر قوي لأن مصر عقلانية مصر شديدة وليس الشديد بالسرعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب طيب تعاملنا مع سد النهضة بهذا الأمر واللي كان شمتان واللي كان فرحان واللي يقول لك يا عمي سايبين أثيوبيا وبتتعامله في ليبيا عشان تركيا طيب هو يوفين ده وقت تركيا شيء جميل جدا جدا لما نسمع الكل يتكلم عن مصر في هذه الأيام حتى ما كان مختلف معها بالأمس والخير ما شهدت به الأعداء يا عمي ما شهو الأعداء والخير ما شهد به ما كان مختلفا معي بالأمس الآن ترى تصريحات وعودت قطر المصالحة الخليجية الخليجية العربية العربية ورجوع قطر إلى البحرين وإلى الإمارات وإلى السعودية شيء جميل نحن لا نختلف مع الشعب القطري إطلاقا لكن نختلف مع سياسات ومن لم يقدر حجم مصر ومكانة مصر وشعب مصر لا نقدره لسنا مع المقاطعة أبدا إحنا عزيني الشعب العربي كله يرجع بس يرجع يكون الكبير كبير الصغير صغير إحنا تربنا على كده ترتيب الإخوة إن لم يكن للكبير احترامه فلن تجد للصغير رحمة يا عم الكبير تدي له منزلته ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كده أنزلوا الناس منازلهم ومش معقول يعني كل واحد ربنا كرمه بإرشين آه تقدر تشتري حاضر وممكن تعمل لك مستقبل بس هتشتري مضو إزاي حبيبي ادفع مليارات هتجيب حضرات منين هتجيب مكانها في قلوب العالم كله منين محال مستحيل عشان كده مصر شديدة شاء من شاء أبى من أبى نحن مع المصالحة بل مع رجوع كل الدول العربية إلى الحضن العربي واللحمة العربية وأنه يكون هناك جيش عربي موحد قوي بشرط أن يعرف كل إنسان حجمه وقدره وكل إنسان يؤدي إلا عليه مصر يا جماعة لو كانت مصر مثل بعض الدول أتت إليها فرص ماش فرصة أن تحتل دولة عربية واثنين وثلاثة بل أكثر من ذلك لكن مصر مصر تعلم حدودها فلن تتجاوزها على مر التاريخ مصر ما خدتش حاجة مش بتاعتها ومصر مش هتسمع لحد ياخد حاجة منها يقع منطقنا مصر شديدة مصر قوية محافظين على بلادنا على رمالنا على كرامتنا يجب على العرب وحطه تحتها ألف خط أن يحترم الشعب المصري ليس معا أن الشباب المصري يغادر يعمل في بعض الدول العربية دون ذكر اسم أن هذا السبب يكن التعامل معه بالاحترام تكن مهانة لما كانت مصر ترسل إلى الدول العربية مدرسين أطباء مهندسين علماء ورواتبهم ياخدوها من مصر تخيل ترحبا بعد لي الكعبة الشريفة شرفها الله وزادها الله شرفا وزاد من حدها واعتمرها شرفا وتكريما كانت الكسه قبل مئة سنة بس قبل مئة سنة باش باتكلم على ألاف السنين كانت تخرج من مصر إنها مصر مصر لأي إنسان بييجي عمدنا في مصر يستريح أقول لكم مثلا أعجبني الدول العربية دي عاملة زي السمك ما تعرفش تمسكها ونصر عاملة زي البحر تحتضل الكل السمك مايقدرش يعيش من غير البحر وكل الدول العربية لم ولن تستطيع أن تعيش من غير مصر أنا لا أتكلم إن الكل لا يقدر مصر لا أنا أعرف أشخاص بيعينهم حينما يتحدثون عن مصر يتحدثون أفضل من أبناء مصر والله أحياني كده أسمعه سواء من العراق سواء من السعودية سواء من كذا دولة لا أنكر هذا الأمر في أشخاص منهم تعرف قدر مصر وما كانت مصر إنهم العقلاء ناس اللي عندها عائل اللي عندها اتزال اللي عندها تصالح نفسي تتكلم عن مصر بما يجب أن تتكلم عنه وبه إنما في المقابل في مثل بيقول عايز تعرف خالف تعرف ونس لا تتذكر إلا أمرين الأفضل الحاجة الحلوة أو أوي ناس لا تنساها والأسوأ الحاجة الناس لا تنساها فالأفضل ما حدش هيقدر يصل ليه تكون أفضل طبيب أفضل لاعب أفضل رياضي أفضل أفضل صعبة ما أيش أي حد يروح إلا القمة النابغة المتميز ناس معينة لا تصل هذه المكانة فبيتلاقيها أقول ليه إنما ناس تانية سيئة عايزة تظهر عايزة تكون في الصورة فبيتلاقي الطريق الآخر اللي هو أسوأ حاجة يتكلم كذبا يتعامل نفاقا يبحث عن ذلات لأشخاص ويلسقها بدول يأخذ الخاص ويعممه لا إحنا مش ملايكة مش معنى كيف أقول لك الشعب المصري ده ما فيش خطأ لا يا جماعة ذا البشر الله سبحانه وتعالى كتب على البشرية كل من يصيب ويخطئ إلا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيد أيا كان الصحابي وأيا كان قدره وأيا كانت ما كانته جميعهم يأخذوا منه ويردوا عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم مش بقول إن مصر ملايكة لا فيه في مصر أخطاء وفي كل الوصالات فيه أخطاء وفي كل الاتجاهات فيه أخطاء لكن ما أخدش الخطأ ده وأعممه زي ما احنا كمان بنقول إيه بعض الدول اللي لها مكانتها باش عايزين نأخذ موقف برضو منها بسبب ذلة من شخص أو موقف من مجموعة أو حديث من ناس لها مصالح شخصية تقدمها على المصالح العامة باش عايزين برضو نأخذ موقف من هذه الدول خلنا نتعامل كده يا جماعة بعد مرور عشرين عشرين وأثمت قرون فقدنا من الأحباب من فقدنا من الجيران من الأصدقاء ممن نعرفهم ممن كانوا يعيشون معنا ويأكلون ويشربون معنا فقدناهم ربما صغر سنهم ربما مكانتهم ربما أفضل وأحسن منا كثير تم بدأ نظر لنا يا جماعة أن خلاص أن الدنيا دي ماش دائمة ولو دامت الدنيا لغيرنا ما وصلت إلينا لابد أن نأخذ عظة ونأخذ عبرة واتخلينا أن أعمل الحاجة إلا أنا شخصيا أفتخر بيها دنيا وآخرة وأعمل حاجة تسعدني تسعد أولادي تسعد مصر كلها يا جماعة الحق لا يتجزأ يعني ما ينفحش تاخد نص الحقيقة واتضيف عليها نص باطل وتقول نماشي الأمور لا خلينا نقول إيه كلنا كل واحد في شغله طبيب مهندس إعلامي مدرس عامل أيا كان تاجر أيا كان كل واحد مننا يقول نص بعينيه كده أنا هتقي الله وهعمل للصالح العام وإن شاء الله أملي في ربنا هنعد من الأزمة دي مصر شديدة مصر قوية هنمر كلنا إن شاء الله من هذه الأزمة بس يا ترى أنا قدتي اللي علي هو الإنسان مننا يا جماعة لو ماشي في طريق بعربيته وحصل شوية كده ليه عنده الهوى في الكوتشات نازل بسيط جداً لو ركن كده على جنب وزود الهوى يقدر يكمل مشواره تاني إنما لو مع العند وكمل وداس ودخل في صحرة اركن بقى على جنب يا يجيلك حد يا ما يجيلكش أصلاً تبحث عن الهلاك بنفسك أنا نفس الشيء كده يا جماعة أنا ماشي في طريقي أنا ماشي همنيشي الناس تشكر فيي أو الناس تتكلم عني أنا ليه هدف إن أنا عايز أخرج من يد دنيا دي وربنا راضي عني وأنا كمان حاسس إن أنا قديت حاجة يتكلم عني الناس حلو أهلاً يتكلموا عني الناس بالسيء وسهلاً ما تفرقش معايا أنا ليه هدف معاياً عايز أمضي من هذه الحياة وأنا أغرس نخلة شمعنا نخلة يا جماعة كل حاجة فيها مفيدة تخيل بقى خد النخلة كده تطلع ثمر نأكله تقطعها في الشتاء في البرد ده تتدفى بيها تأخذ الزعف والجريد تعمل بيه مشغولات وتعمل بيه سأف كل حاجة مفيدة فيها ورغم كده بقى كمان الجميل فيها ترمى بحجر فتلقي لك أفضل الثمر امسك حجر كده اضربه في النخلة ارجع لك بلح هي دي مصر مصر أي إنسان اتعامل معها بأدب وجد كل الحب والتقدير والاحتراب وأي إنسان يتطاول على مصر ربنا يخليه صغير في عينه هو الأول وفي أعين الجميع قدر الله سبحانه وتعالى مصر يا جماعة أنا أقول حاجة ويعلم الله أنا لما قرأتها كادت عيني أن تفيض من الدم لما ربنا أرسل لنا أكثر من مية أربعة وعشرين ألف رسول في القرآن مذكور لنا خمسة وعشرين بأسمائهم من الخمسة وعشرين أو من كل الأنباء والرسل في خمسة أولي العزم تم تحديدهم من العلماء حد دولنا الخمسة أولي العزم دول واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولي العزم خمسة سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد قاله ايه عن مصر مين اللي قال ايه عن مصر قول العزم من الرسل قال له قول العزم من الرسل تكلموا عن مصر أيوة من راحة كده عشان ما تجرش بالدين وعشان تعرف ان حب مصر واجب علي وعليك شيء تقابت هو واجب علينا سيدنا نوح هو ماشي في السفينة بتغرق يطوفوا البلاد كل ما يروح بلد يلاقي في ملك ربنا مسخروا كده عشان يحرص البلد دي كل ما يدخل بلد في ملك يحرصوا عند مصر لا يوجد ملك يحرص مصر قال له ما يعني؟ كل البلاد فيها ملك يحرصوا إلا مصر يسأل نوح ربه ربي كل البلاد لها ملك يحرصوا إلا مصر ما يعني؟ فربني يقول له يبقى يا نوح قد وكلت لكل ملك بحراسة بلد كل ملك كده وكلت بحراسة بلد إلا مصر جعلت حراستها بيدي أنا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين مصر شديدة مصر قوية سيدنا نوحي ولي بقى يطلب من ربنا ويأمر ولده أن يعيش في مصر فلما عاش في مصر ابن سيدنا نوح أصابه خير كثير ده مين ده؟ أولو العزم من الرسل آدم الثاني أبو البشرية الثاني لأن كل الخلق بعد سيدنا طيب هنخرج فاصل ثم نرجع مرة ثانية لتكملة هزرها مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود مرة ثانية مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية قبل الفاصل بعد الفاصل عفوا قبل الفاصل كنا بنقول إن قولي العزم من الرسل خمسة وإن الخمسة ومواقفهم مع مصر أنا بتكلم على قيادي في مكان معين لا أنا بتكلم عن قيادة البشرية كلها سيدنا نوح قبل ما أكمل برضو يمكن في بداية الحلقة تكلمنا عن فيديو وصل لبرنامج مع القادة بيتكلم عن مستشفى في مركز بيلا محافظة كفر الشيخ واليوم بتتواصل مع الدكتورة سوسن وكيلت وزارة الصحة بكفر الشيخ والدكتورة نوح الجزار مديرة الإدارة الصحية قالوا إن هذا الفيديو عاري تمام من الصحة والتصوير اللي تم تم في جزء منفصل من المستشفى وإن فيه أغراض أخرى ممن يبحث عن بالبلا في هذا التوقيت طبعا معنا على الهواء موشارسة دكتورة نوح الجزار مديرة الإدارة الصحية مركز بيلا كفر الشيخ سلام عليك دكتورة مرحب السلام أخبار حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله أخوة حيكي أنا شكر لحضرتك الرد النهاردة والتوضيح اللي حصل مع حدك النهاردة ولكن عايزي سشدى المشاهدين بتحدث مع حدكو مع وكيلة الوزارة أخبرتي حضرتك وقلتي إن هذا الفيديو وصل ليكي وإنت حضرتك بتقولي إن هذا الفيديو عاري تماما عن الصحة هو بس زي ما حدك عارف مستشفيات التكامل كان مرحبا من المشاريع الموجودة في وزارة الصحة تمام وكان بيقضي غرض معين في توقيف معين بالنسبة للوزارة فطبعا معظم المستشفيات ديت أصبحت يا أما في بعض إثنال وتجديد يا أما أصبحت وحدات الوزارة تمام دكو طبعا اختلفت الكلمات المقدمة من المستشفى إلى وحدة الصحية تمام لكن يمكن إن الناس متضخلاشوا الموضوع ده بصورة واضحة أو بطريقة توصل للناس فالناس مازال عندهم أمل إن المكان يرجع زي ما كان قبل كده مستشفى واجراحات ويقدي الأبراد دي تمام يقص بالرعاء فيمكن ده الخلاس أو ده اللي يشجع الناس إنها تعمل فيديو ده اللي بعثون حضرتك تمام مستشفى قومة طويل فيها حوالي أربع ملايين المفروض إن هي من الأماكن اللي دخل خطط الإحلال والتجديد علشان يتبنى المفنى كلها بعد كده دكتورة نوعا معلش حالك لبس لو متحركيش بالتليفون كتير بس لأن الصوت بيفصل دكتورة سمعاني كده حضرتك أنا سمع حضرتك دكتورة هل المستشفى متوقف بالكلية ليعمل الآن؟ لا طبعا أنا عندي ديانة لو حسبنا تلدد الإجمالي للسنة اللي خياتة التجوى عشرين عشرين هنلاقي أن تلدد الإجمالي عدد تمانية وعشرين لإجمالي خدمات ده كده كمان لسه ما حسبتش الناس اللي استفادت من الحملات اللي موجودة فيها يعني المستشفى كومو الطويل شغال حتى اليوم هل مساحة المستشفى صغيرة يا دكتورة؟ لا الصوت يا دكتورة بعد إذن حضرتك بس اه 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 احنا بنشغل منهم مبنى واحد بس وفيه تلاتة ثلاث مباني الثانيين كانوا حصين بالإداريين وسكن أطباء ويعني كانت مبنية على أنها مستشفى تغيرها تمام فحاليا دي وقت هي تأدي خدمات للرعاية الأساسية تأدي خدمات لوحدة صحية فطبعا جمعنا اللي كلها في مبنى واحد طب الدكتورة الجزء الذي لم يستخدم الآن فيه إحلاله تجديد ليه عشان المنظر العام كده والفيديو أيا كان اللي صوره لكن فيه أشياء يجب أن تباد لو حضايا بتقصد مثلا هي الحاجات بلزير الحتائش مبنى قديم جدا مبنى متهالك لا هو المبنى متهالك هو المبنى موجود وده حاجة رجع للوزارة هو للأمانة الدكتورة سوسل اليوم أخبرتني أنه المبنى إحلال وتجديد إن شاء الله عشرين وواحد وعشرين ودي بشرة برضو اللي بنقولها للجميع المبنى يظل قائم حتى الوزارة تدي إشارة يتم تفتيت الموضوع على شركة قائمة أو مقاول يقوم بقى بالنهاد ويقوم بقى من قوله جديد تمام إنما إحنا الآن أملك فقط تطوره فيه طب الدكتورة اليوم وأنا بتواصل مع حضرتك قلت لي حاجة مهمة جدا جدا وأتمنى الكل يسعى لهذا الأمر أيضا قلت لي إن أنا بمد يدي للجميع وأتمنى من اللي بينقضنا أو اللي بيبحث عن السلبيات يجي يقعد معايا ومكتبي مفتوح ونتواصل مع بعض كمجتمع مدني ونخلي بلاندا أفضل مما هي عليه الآن دي حقيقة إحنا عندنا ما فيش حد أدل مقترب عامل كذا إلا وصلنا فاعدنا وصلنا وجهة نظره للمدرية أو فاعدنا في المخاطبات الاسمية والدليل على كده أنا أقول لك حضرتك عاملين ثلاث ايادات وحدات صحية بمفاهمة من المدرية طبعا أنا ما بشكر بصراحة أنه يشجع الكلام ده بكثل محمد خيري وبكثل محمد يونس مدير إدارة الأسنان في المدرية مجرد ما اقترحنا عليهم من التراح تعدونا على قد مئذ وإمكانيات اللي نفتح معاهم رحنا أعدى مع الأهالي والبناظة والأهالي شاركوا معانا اللي كانت عندنا وفتحنا عيادة أسنان فقالهم 25 سنة دكتورة تصل حاجة أخيرة بعد إذن حضرتك قبل ما نقفل ايه التخصصات الموجودة في مستشفى القوم الطويل شغالة حتى اليوم أو التخصصات اللي هو طبيب ممارس عام طبيب تكليل طبيب تكليل الطبيب بس طبيب ممارس عام طب أسرة طب فيها أسنان حاليا آه طبعا يعني مستشفى القوم الطويل منقدر نقول لأهالي كفر الشيخ أنها تعمل حتى اللحظة آه حضرتك احنا بنقدم خدمة صنوزين الأسرة عندنا خدمة الأسنان عندنا الأطباء عندنا بعد كده منافذ الألبان عندنا برنامج للطير قادرين عندنا حملة شغالة المرأة شغالة الأنضحة برنامج مستمر برعاية طبعا من سيد الرئيس عندنا حملة الأم والجليل التي شغالة في فعل حاليا من البطر برضو مئة مليون صحة تمام عندنا حملة الأمراض المثل مننا آه يعني أنا أنا شغالة ثلاث حملات غير أكثر الخدمات العادية عندي مثل صحة لتسجيل مواليد مواليد ولا وحيات آه عندي تصليمات كل آه دكتورة نوها الجزار مدير الإدارة الصحية بمركز بيلا كفر الشيخ شكرا لحضرتك شكرا لأهالي كفر الشيخ شكرا لأهالي آه مركز بيلا للتعاون مع الدكتورة آه نوها الجزار والدكتورة سوسن والمجتمع المدني قدر يعمل عيادة أسنان داخل المستشفى قوم الطويل آه بنقول يا جماعة يدم بيد نبني بلادنا آه حاجة بس أخيرة أنا كنت عشان أنهي هذا الأمر آه قولي العزل من الرسل الخمسة مواقفهم مع مص قلت سيدنا نوح اللي هو أبو البشر الثاني أو آدم الثاني لأن ما من بشرية على الأرض اللي هو من ترجع في نسبها إلى سيدنا نوح عليه السلام دعا ربه أن يعيش ولده على الأرض مص وعاش وأصابه خير كثير من الثاني من أولي العزل من الرسل سيدنا إبراهيم اللي هو يسمى أبو الأنبياء ما من نبي أتى بعد إبراهيم إلا من نسل إبراهيم سيدنا برم بنفسه زار مص ثم أخذ هاجر المصرية تزوجها وأصاب منها إسماعيل عليه السلام فلما زار مصر إبراهيم عليه السلام رزق بالولد الصالح وكانت مصر بداية الخير لإبراهيم صلى الله عليه وسلم الثالث من أولي العزل من الرسل سيدنا موسى عليه السلام ونعلم قصته في مصر وفي أرض مصر وما حدث له في مصر والخير الذي أصاب موسى صلى الله عليه وسلم على أرض مصر أيضا الرابع من أولي العزل من الرسل سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وقصة السيدة مريم والسيد المسيح إيسى عليه السلام قصة يعلمها القاسي والداني على أرض مصر مصر أرض مباركة سيدنا محمد وهو الأخير للعزم من الرسل وهو الأفضل والأجمل والأحسن وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم صلى على أرض مصر نعم جديدة دي النبي محمد صلى على أرض مصر أيها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج خمس أماكن صلى فيها ركب البراق مع سيدنا جبريل عليه السلام ثم سيدنا جبريل أخبره أن ينزل فيصليها هنا فصلى قال أي البلاد صلت يا محمد صلت فين قال أي البلاد قال له طيبة يثرب المدينة المنورة اللي يهاجر فيما بعد إليها محمد صلى الله عليه وسلم يمشي سيدنا رسول الله مع جبريل بالبراق ينزل في مكان فيرى أشجار فيصلي فيسأله أي المكان هذه الشجرة التي نزل عندها موسى صلى الله عليه وسلم وسقى لبنتي شعيب ثم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذه الشجرة المباركة يمضي أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل في المكان الثالث أشجار وأنهار وبستين فيصلي فيسأل جبريل هذا المكان مكان كثرة الحدائق وبلاد الشام وخير الشام ومكان المبارك فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق سيدنا جبريل مع سيدنا محمد فيخبره جبريل أن ينزل محمد فيصلي فين؟ في طور سيناء في المكان الذي تجلى ربنا فيه للجبل حينما طلب سيدنا موسى أن يرى ربه وتكلم موسى مع ربي في هذا المكان في أرض سيناء المباركة طور سيناء التي صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الخامس والأخير من الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج بيت لحم في المكان الذي ولد فيه ابن مريم عليه السلام إذن مصر تحدث عنها زارها صلى عليها أفضل البشرية وهم الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم مصر قوية مصر شديدة شاء من شاء أبى من أبى مصر تعاملت مع كل الأزمات سواء مع الدول العربية سواء مع الدول الإسلامية سواء مع الدول الأفريقية سواء مع أي كان دول عظمى كما يقولون عنها تعاملت مصر بمبدأ أنا واسق من نفسي محدش هيجرني المشكلة ومحدش هيفرض علي شيء معين وعشان كده نجحت مصر وشايفين الخيرات اللي في مصر وما كانت مصر وجيش مصر والجديد إن لما نسمع إن مجلس النواب هيتم نقله إلى العاصمة الإدارية في مبنى تحفة معمارية شيء مفرح بس اللي أنا بقوله النواب الجدد مع احترامي وتقديري لكم جميعا ترحين مكان ما شاء الله يشرف عايزينكم أنتوا كمان تشرفوا نتخلى بقى عن الأمور الصغيرة نتخلى بقى عن التصوير نتخلى عن السيلفي الأمور دي بتكبر منها بقى خلاص أنت راجل دولة الآن يا عم يستخدم عقلك بقى كفاية كده عايزين ناس تدي قوانين أنا عايز حد يدخل كده عن إنت يا جماعة من الجساد النواب ويشوف مشاكل الشباب إيه إيه طلبات الشباب ويتحاكم مع الشباب ويتكلم مع الشباب ويتشوف حتى المطالب الفؤوية يا جماعة معظم الناري ومستصغر الشرر لما نقول ده سيبه حسن مبارك رحمة الله عليه كانوا خليهم يتسلوا في بداية ثورة 25 يناير خليهم يتسلوا في مشكلة ومحبتش حلها هنا الإدارة تقول لك بها انت كده بتقع في مطب القطر ماشي على شريطين لو بس بعد في البداية ولو سنتيمتر عن القطبان هيبعدش يبعد أكتر تخيل لما تبدأ في سياستك كلها إن أي حاجة تقابلها أيا كانت ما تعدهاش اجعل صلة بينك وبين الناس النائب حتى اللي كان مختلف معاك حتى اللي مدكش صوته اثبت لي إنه وقا خطأ اللي قيدك خلاص قيدك ما تخليش بقاين ده عشان كاول بها مصر شديدة مصر قوية مصر تمضي بإذن الله إلى بر الأمان عايزين كل مننا يا جماعة والخلاص أنا هبدأ أنا كمان من اللحظة دي أنا أعمل وأصيب دنيا ودين كما يقولون أو دنيا وآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى مصر الآن أفضل مما كانت عليه في كل شي وهنفضل الأفضل وهنفضل الأحسن إذا كان كلنا قلبنا على قلب بعض عايزين ننضي إلى بر الأمان يا جماعة الأعمار صغيرة والذكريات كبيرة اكتب لنفسك قصة تقرأوا أنت ويقرأها من بعدك أنت حياتك مشيتها من أول يوم لحد آخر يوم أنت العمل تكتب القصة يوم القيامة هتقرها بالربنا وبعد ما تموت هيقرها الناس عايز الناس يقروا عنك إيه عشان كده منقول مصر شديدة والنبي يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حفظ الله مصر وأهلها حفظ الله مصر وشعبها حفظ الله مصر وجيشها حفظ الله مصر وأمنها حفظ الله مصر ومن أحبها إلى أن ألتقي بحضراتكم الإسبوع القادم أستودعكم الله الذي لا تدع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر